نروح لقايمة ناتي الأهل ماشي أخبار القايمة إيه وكواليس الإعلان عن القايمة إيه بص مبدئين أنا شاف أن المباضي أو السنة دي أكتر سنة مفهاش خلافات كتير يعني كان كل سنة أس بتكلم فيه خلافات أنا شاف مباضي هي أقل سنة يا راجل هقول لك ليه الخلافة على مين؟ على صلاح محسن وأحمر عبدالقاد صلاح محسن لايه وشابك بشكل منتظم لا ومودست مودست موجود أو مودست كان مكلم على القايمة نفسي بشكل عام هو دايما بيبقى فيه مثلا خلاف على خمس ستة لعيبة بيبقى كلهم مشين بشكل كويس فتأة مثلا بتلاقي منهم تلاتة مش موجودين فبتبدأ ناس تتكلم هو داي مش موجود ليه طب انت ري ما خدتوش لكن المباضي الخلافة على مين؟ على اثنين لعيبة بس أحمد عبدالقادر لايه وشابك بشكل منتظم عنها دي أري خارج الحسابات خلال تلطع بقى خمس بطرات الفترة اللي فاتت وصلاح محسن صلاح محسن ما دخلش غير لما مرست اتصاب وغير لما كان كهرباء موقوف إذن أنا شايف لما فيش خلاف اللي قررت تاخد بشكل منطقي جدا وفني جدا هو خد اللعيبة اللي موجودة في الحسابات خد اللعيبة اللي هي تقدر بالنسبة له تنفذ الفكر اللي هو عايزه واستبعد اللعيبة اللي هي كتتخرج الحسابات بالنسبة الناس هنا في النقطة دي تحديدا بتقول ايه احنا عندنا في القائمة 23 لاعب مسافر صحيح في لعيبة دخلت اللعيبة دي دخلت في مراكز المراكز زي أنا عندها فيز يعني تخمة في اللعيبة فكان من باب اولى ان اللعيبة ديانيت هم استبعادهم ببقى ان هذه المراكز فيها تخمة صحيح واندخل اللعيبة اللي موجودة في المراكز اللي احنا بنحاول ندور على اي حد يعني ممكن يعمل اي برقة امل فيه وانا تحديدا طبعا بتكلم على شق الهجوم تمام طعا نحسبها الاهلي واخد كاملعيه في الخط الهجومي واخد كهربا واخد مودست واخد بيرستاو اللي بيتم تعظيفه كمهاجم طب انت هتلعب ماطش اللي هو الماطش الأولي انت محتاج اي اكتر منه هيكون معك تلات مهاجمة بس معلش بيرستاو مش هيبقى مش هيبقى لا انت معك هربابا حيلعب وعندك مودست جاهز اللي اتنين جاهزين ولو حد تزنق منهم يعني حيبقى بيرستاو موجود بس فانت هتحتاج صراح في ايه ده فك في الجهاز الفني نفس القصة في مركز الجناح احمد عبدالقادر انت عندك بقى يعني تشكيلة جامدة جدا في حيث الجناح فهو شايف فنان ان احمد عبدالقادر مش هيضيف لي بس في هذه القصة انا شايف ان العملية سهلة جدا عكس ما الناس بتقول شايف ان العملية واضحة يعني صريحة زي ما بيتقال يعني بس على الاقل ده مش منجود او مش واضح او مش ده رد فعل اللعيبة لو احمد عبدالقادر وصلح محسن عشان الاهل يتعادل اخر مطشين فهتلاقي دايما فيه انتقادات فيه دايما زي ما بيقول بلغة تقطيع في الجهاز الفني اللعيبة زي نفسهم اللعيبة يعني مش رضي يعني مش واحد دي الموضوع بهذا موضوع وضع طبيعي لا لا مش بتكلم على كده ان انا كنزة علانة ولا ان ده ممكن انتظرك متفاجئين يعني ينسحب على قرارات قد تصل الى المطالبة بالرحيل ده ما بيحصلش يا صدقاء في الاهلي ده مش موجود في النادي الاهلي خالص لان اكمل لعيبة كانت موجودة وما بتشاركش وعمل ما حد يطلع يتكلم اقول لك انا مش مكمل او انا مثلا مداي ممكن يبقى قد طبيعي ان هو بني ادم في الاخر المددية لكن يطلع يقول لك انا حمشي انا بهدر بوحيق لك كلام ده ما بيحصلش في النادي الاهلي خالص عشان بس بقى متفقين يعني عايز بقى اتكلم في حتة الاهلي لم اعلنش القائبة ايوه برضو دي مش مفاجأة لان الاهلي في اخف تلت نسخ لم يعلن عن القائبة بتاعته غير لما بتطلع بشكل بس من خلال لجنة منظمة ما هو ليه بقى مطلعتش هقول لك ليه انا عايز انا اسف في نقطة دي ان هو اه اريدي تم ارسال القائمة المبدئية كم لعيب للجنة تلاتة وعشرين لعيب تلاتين تقريبا تلاتة وعشرين لعيب مفوض انت بتبعت قائمة مبدئية بخمسة وثلاثين لعيب خمسة وثلاثين ده في الاول الخاص دي تم ارسالة في الاول الخاص وبعد كده بتيجي تبعت تلاتة وعشرين لعيب اللي هو كان امباح او اول مباح بقابل من احنا دخلنا في اليوم الجديد صحيح عندك حق الاستبدال قبل المطش الاولاني بتاعك بعد بقى عشرين ساعة في حالة الاصابات انك انت ضيف فانا النظر ده هاخد معايا كام لعيب هاخد معايا ستة وعشرين لعيب او سبعة وعشرين لعيب حصل حاجة تلاتة وعشرين والخمسة وهاخد مثلا معايا تلاتة اللي هم ايه اللي عليهم الكلام اللي هو احمد عبدالقادي ومسخ الله محسن وكبيب ندفت اصبح معايا كام لعيب ستة وعشرين لعيب حصل حاجة اصابات بتاع فحاشيل ده وحط ده ده اللي بيحصل وده اللي حصل عبلكد في النسخ اللي فاتت كلها فده مش جديد لما بتيجي بقى القائمة تعني يعني على كلامك ان هو حيتم الاعلان عن القائمة بشكل رسمي قبل المؤول مبروة بربع عشرين ساعة لما البطرة تبدأ لجنا المنظمة بتنزل القوائم بتاعة الاندية كلها الاهل يقب فيدي بقى تلاتة وعشرين وما فهمش صلاح محسن وما فهمش محمر عبقاته دي معلومة خلاص دي ناس كلها عرفة لكن هي القصة كلها ان انت لو حصل عندك اصابة احنا انفرضنا هنا بيها في رقم عشر رنبير بزرح انت النور ده لو انت عندك اصابة او عندك حاجة بتضيف بقى لعيب مكان ده بس بالاضافة ان انت عندك مطش مهم جدا الشباب بولزداد يوم الجمعة الجاية فانا لما بعلن القائمة دوقتي انا بهمت بقى بقية اللعيبة طب قدر انا عندي لعيبة تصابة مثلا مسلا لو قدر اصابة يوم الجمعة الجاية او مودست تصابة هتعمل ايه هتجيب صلاح محسن بس على فكرة القائمة يعني وصلت قريدي للاعيب ما هي وصلت انا مش مختلف معك هيوصلت انا بكلمك لو لعيبة تصابة عندك يوم الجمعة الجاية فماتش شباب بولزداد هتعمل ايه هتتطبق تجيب احمر عبادة مودست حاجز مكانه حاجز مكانه لا لو تصابة هتعمل ايه لا مش قصدي انه انه صلاح محسن طلع علشان مودست اصلي انت غيب مودست لعيب مكسر عالم انت غيب مكسر عالم هو محسوب عليك ان هو كاسر عالم